ان شاء الله سنتكلم عن تعريف المسن والشيخوخة في هذا الدرس اختلفت الأراء وتضاربت في تعريف المسن هل هو الذي بلق من العمر سنا معينا مثل 65 عام مثلا فأكثر أو هو الذي تبدو عليه أثار تميزة بكبر السن هناك رأي بأن الشيخوخة تقيير طبيعي في حياة الإنسان أي أنها تطور في فسيولوجي شأنها كمرحلة الرضاعة والطفولة والبلوغ والسن الوسط ثم الكهولة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه قد يفسر هذا التقيير الفسيولوجي بأنه نتيجة التحول الذي يطرى على أنسجات الشخص الكبير أو المسن وأيضا التقييرات الفسيولوجية التي تقير الخلايا في الجسم شكل عام سواء كانت خلايا مخية أو خلايا دماغية أو خلايا جلدية أو خلايا عظمية أو عضوية جميع الخلايا كلها قابلة للتقيير في هذا السن إلى هنا انتهى الدارس كنا معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم في دارس قادم